بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم في هذه الأيام المباركات وهذه الليالي الفاضلة من هذا الشهر الكريم شهر رمضان سيد الشهور وفي هذا البلد الحرام مكة شرفها الله أفضل البقاع وخير الأرض وأحبها إلى ربنا عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما يجتمع شرف المكان مع شرف الزمان فإن من اللائق أن يكون الحديث عن ما يرفع هذه الهمم لاغتنام الفرص لأن بلوغ الشهر فرصة ومغنم عظيم ولأن بلوغ الإنسان الأرض الحرام والمسجد الحرام وجيرة البيت العتيق غنم عظيم فلابد من اغتنام الفرصة ولم يعد خافياً على المسلم ما لهذين الأمرين من المكانة والفضل ومن الميزة والاختصاص فالمكان هو بيت الله وهو حرمه الآمن هو بيته العتيق الذي اختصه من بين البيوت كلها فحافظه ووضعه لرسالة معينة محددة ذكرها في كتابه الكريم فقال عز من قائل إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فهذا البيت بيت هدى وجعل الله عز وجل فيه هذه الخاصية أنه يهدي فهو بيت الهدى وأن هذا البيت باركه الله وهذا ميدان الغنم العظيم تلك البركة التي جعلها الله عز وجل في بيته وعند بيته وفي الأعمال التي ارتبطت ببيته العتيق فالبيت مبارك كما قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركاً فهو بيت مبارك والعمل عنده مبارك فإن الأعمال التي في هذا البلد الحرام مضاعفة الأجر وهذا لا خلاف بين العلماء أن العمل الصالح بمكة أفضل وأعظم أجر من الأعمال من الأعمال في خارج الحرم وهذا لا خلاف بين العلماء وإنما الخلاف وقع بينهم في قضية المضاعفة بمئة ألف فهل هو قاصر على الصلاة أو لسائر الأعمال وهل هو قاصر على مسجد الكعبة أو كل الحرم فإن كلمة الحرم إذا أطلقت إنما يقصد بها ذلك الفناء الواسع الذي يبتدئ من الكعبة وينتهي بأعلام الحرم التي وضعها الخليل إبراهيم عليه السلام بمعية أمين الوحي جبريل عليه السلام فتلك الأعلام التي وضعت وأحيطت بمكة كإحاطة السوار بالمعصم تلك الأعلام هي أعلام الحرم فكل جزء من الأرض فيما بينها وبين الكعبة اسمه حرم وكل جزء من الأرض خارجها فهو الحل فهذا الحرم وذاك الحل وهي مساحة متسعة تبلغ خمسمائة وستة وخمسون كيلو مترا مربعا فهذه مساحة الحرم فلا خلاف بين العلماء أن الأعمال الصالحة في كل الحرم مضاعفة وأيضا كما جاء في القرآن أن نسمى هذا الفراغ كله الذي هو الحرم سماه الله عز وجل مسجدا حراما وهذا في قول ربنا عز وجل عن الكفار والمشركين قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمقصود بالمسجد الحرام هنا كل الحرم وليس فقط مسجد الكعبة فهذا الحرم الذي ارتبط به البيان الرباني الأول عند خلق السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فحرمها الله عز وجل وجعلها بلدا محرما في اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه السماوات والأرض فلم يمضي عليها في تاريخها يوم إلا وهي محرما سوى تلك السويعات التي أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فيها يوم الفتح ثم عادت بعد تلك الساعات إلى أصلها الأول فهي بلد لا يعضد شجر ولا ينفر صيد ولا تحل لقطته ولا يسفك فيه دم فهذا البلد هو البلد الأمين الذي أراده الله عز وجل أن يكون أمينا وأن يكون آمنا ولذلك كانت أول دعوة للخليل إبراهيم عليه السلام رافع قواعد البيت دعا ربه عز وجل لهذا البلد بالأمن ربنا واجعل هذا البلد آمنا والأمن في هذا البلد قدرا وشرعا قدرا أي أمرا قدريا كونيا جعله الله عز وجل في هذا البلد وأكبر مظهر وأكبر مظهر من مظاهر هذا الأمن القدري بقاء هذه الكعبة مؤمنة على مر الدهور والسنين والأعوام تتعاقب البشرية جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وهذا البيت باقي محفوظ بحفظ الله عز وجل وسيبقى إلى يوم القيامة وهذا من الحفظ والأمن القدري الذي جعله الله عز وجل لهذا البلد الحرام من الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل لمكة شرفها الله أن يبقى ماء زمزم الماء المبارك الذي جعله الله عز وجل طعام طعم وشفاء سقم يبقى هذا الماء المبارك لا ينضب فقال عليه الصلاة والسلام مخبراً عن زمزم أنها لا تجف ولا تذم لا تجف لا ينقطع ماءها قد يقل ولكنه لا ينقطع ولا تذم لا يذمها مؤمن فهذا أيضاً من الأمن القدري فأهل مكة ومن وفد إلى هذا البلد فإن في هذا الماء المبارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه خاصية وخاصية وخاصية الإشباع ومن الأمن القدر الذي جعله الله عز وجل لهذا البلد أنه لا ينتشر فيه الطاعون هذا الداء والوباء الذي إذا حل بمكان يفتك بالناس فالله سبحانه وتعالى أمن هذا البلد من هذا الوباء فلا ينتشر فيه الطاعون ومن الأمن القدري أيضاً أن مكة شرفها الله ويشاركها في ذلك المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أنهما مؤمنتان من أعظم فتنة على دين الناس فتنة المسيح الدجال فلا يدخل المسيح الدجال للمدينة ولا مكة شرفها الله ومن الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل لمكة شرفها الله أنها من بعد فتحها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تغزى أبداً من كافر إلى يوم القيامة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغزى هذه أبداً إلى يوم القيامة فلا تغزى من كافر ومن الأمن القدري أيضاً أن أهلها سيبقون أهل إسلام فلا يتحولون كلهم إلى الكفر أبداً إلى يوم القيامة ومصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا هجرة بعد الفتح قال العلماء تُفهم هذه الكلمة العظيمة وهذا الإخبار الجليل على معنيين لا هجرة بعد الفتح بمعنى بمعنى أنه لن يتسلط على هذا البلد كافر فيحتاج أهلها أن يخرجوا منها مهاجرين مرة أخرى كما حدث على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ستبقى بلد إسلام إلى يوم القيامة وكذلك أنه لا يتحول أهلها إلى كفار فتحتاج من أهل الإسلام أن يفتحوها مرة أخرى بل ستبقى بلد إسلام وسيبقى أهلها أهل إسلام وهذه أيضا من الأمن القدري الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا البلد الحرام فإذا هذه البقعة المباركة التي احتضنت هذا البيت المعظم المبجل هذا البيت الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله قبلة لأهل الإسلام ولما كان هذا البيت أمره عظيم وشأنه كبير فنجد أنه ارتبط به أعظم الأنبياء فإن مما نعلمه أن أفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل الذين هم الذين هم نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى كليم الله عليه السلام ثم عيسى روح القدس عليه السلام ثم سيد الأولين ثم سيد الأولين والآخرين خاتم الرسل والأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الأنبياء والرسل وأفضل هؤلاء الخمسة الخليل إبراهيم وخليل الله محمد عليهم الصلاة والسلام وهما من ارتبط أمرهما بهذا البيت فالخليل إبراهيم رفع قواعد البيت والخليل إبراهيم وضع حدود الحرم وأنصاب الحرم والخليل إبراهيم طهر في ناء البيت وهيأه للطائفين والقائمين والركع السجود وخليل الله إبراهيم أذن في الناس بالحج وخليل الله إبراهيم أعلن حرمة البيت وخليل الله إبراهيم حج البيت وخليل الله إبراهيم دعا لأهل البيت بالبركة في الماء واللحم وخليل الله إبراهيم دعا ربه أن يبعث في أهل البيت من ذريته رسولًا فهذه من أفعال الخليل إبراهيم أبي الأنبياء صاحب أبرك بيت في هذه الدنيا بيت الخليل إبراهيم الذي ما من نبي بعث من بعده إلا هو من بيته وذريته لذلك قيل عنه أبو الأنبياء فكل الأنبياء والرسل من بعد الخليل إبراهيم فكلهم من ولده ومن ذريته وكان خيرهم وأفضلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هذا شيء من خبر هذا البيت وهذا المكان المعظم الذي جعل الله عز وجل فيه من التشريعات وأمر فيه بالآداب التي تجعل الإنسان وهو يجاور هذا البيت أحسن ما يكون أدباً مع البيت وأحسن ما يكون أخلاقاً مع جيران البيت ومن وفد إلى البيت وأحسن ما يكون تعاملاً مع العبادات المكية والتي يتقدمها الحج والعمرة والطواف وما يتبع ذلك من الأعمال فبلوغ الإنسان إلى هذا المكان الذي له هذا الجلال وهذه العظمة نعمة عظمة ومنة كبرى على الإنسان أن يدركها وأن يدرك قيمتها وأن يفهم ما هو المطلوب منه نحو هذه النعمة من الشكر قولاً وعملاً أما الزمان فإنما هو شهر رمضان شهر رمضان هذا الشهر الكريم المبارك والله عز وجل أخبرنا عن حقيقة قرآنية قوله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير فالذي خلق السماوات والأرض هو الله والذي خلق الليل والنهار ظرف الزمان هو الله ومن حق الخالق العليم الحكيم أن يختار وأن يصطفي من خلقه ما يشاء وأن يفضل من الخلق ما يشاء فاختار الله عز وجل من الخلق السماوات اختار منها السماوات السماء السابعة التي فيها البيت المعمور وجنة الفردوس وهي أعلى الجنان وفضلها على باقي السماوات وباقي الجنان واختار سبحانه وتعالى من الناس الأنبياء واختار من الأنبياء والرسل أولو العزم واختار من أولو العزم الخليلين واصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام واصطفى من الأزمان الأشهر الحرم واصطفى أيضاً أشهر الحج واصطفى يوم عرفة واصطفى يوم الحج الأكبر يوم العيد وهذا اصطفاء تفضيل لتلك الأزمنة الفاضلة ومما اصطفاه ربنا عز وجل اصطفى هذا الشهر الكريم وفضله على سائر الشهور وهذا الاصطفاء لهذا الشهر الكريم حيث أن الله سبحانه وتعالى جعله ظرفاً لنزول الكتب السماوية فصحف إبراهيم والزبور الذي أنزل على داوود والتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى والقرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه الكتب اختار الله عز وجل لها شهر رمضان فكان نزولها فيه فكانت صحف إبراهيم كان نزولها في الليلة الأولى من رمضان وأما القرآن فكان من حيث أيام الشهر كان نزوله في العشر الأواخر في ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان كان نزول القرآن الكريم وأما بقية الكتب فكان نزولها ما بين صحف موسى وما بين القرآن من حيث الزمان فإذا هذا الزمن الكريم المبارك الذي اختاره الله عز وجل ليكون نزول هذا القرآن فيه ليعطينا دلالة عظيمة على شرف هذا الزمان الذي هو شهر رمضان باعتباره ظرفاً للكتب السماوية وباعتباره ظرفاً للكتاب المهيمن على جميع الكتب السماوية القرآن العظيم والله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في كتابه فقال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأخبر عن الليلة المصطفى التي أختيرت لنزول هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم فهي ليلة القدر فقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله عز وجل في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة فإذن الليلة المباركة هي ليلة القدر وبركتها لكثرة ما يتنزل من الرحمات من ربنا الرحيم على الناس وعلى هذه الأرض فهي ليلة مباركة لكثرة العطايا وكثرة العتقاء من النار فهي ليلة القدر ونزول القرآن فيها على قول جمهور المفسرين واستناداً على مارويا من قول الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن القرآن فُصل من اللوح المحفوظ وتحُفُّه الملائكة نزلت به إلى بيت العزة في السماء الدنيا وكان ذلك قبل بِعثته صلى الله عليه وسلم بِفَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ وأن هذا هو النُّزول الأول للكرآن حيث أنه فُصل من اللوح المحفوظ لأن الله عز وجل أخبر في القرآن أنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ وأنه في ذلك الكتاب المكنون لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء كان في هذا الكون وسيكون فكل ذلك قد كُتِب في اللوح المحفوظ والله عز وجل أخبرنا عن ذلك إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ فاللوح المحفوظ كان القرآن مكتوباً فيه فعلى قول ابن عباس وهو اختيار كما قلت جماهير المفسرين أن النزول الأول كان نزونٌ للقرآن كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأن ذلك كان في ليلة القدر ومن العلماء من يقال أن المراد بقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة المقصود أن بداية نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر وأن الآيات الأول التي هي صدر سورة إقرأ إنما كان نزولها في ليلة القدر في شهر رمضان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول عددٍ من العلماء من المتقدمين وبعض المتأخرين على أن المقصود بنزول القرآن في ليلة القدر بداية نزوله ومن العلماء من جمع بين القولين وهو اختيار شيخ الإسلام على أن للقرآن تنزلين التنزل الأول وهو نزوله جملةً واحدة وكان ذلك في ليلة القدر ثم بداية أيضاً نزوله منجماً مفرقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بداية نزوله في ليلة القدر والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وبين رسالته وغايته فقال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدًا للمتقين وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فرسالة القرآن هي هذا الهدى هذا الهدى الذي من شرح صدره له فهو على الحق وهو الفائز برضوان الله وهو السعيد وهو من أخرج نفسه من الظلمات إلى النور هذا الهدى الذي من تحصَّل عليه فإنه على الصراط المستقيم ويكون من أهل الجنة ويكون بعيدًا عن الظلال ويكون بعيدًا عن الشقاء ويكون بعيدًا عن الخوف ويكون بعيدًا عن الحزن لأن هذه ضماناتٌ ربانيَّة الله عز وجل أعلنها في القرآن للناس وهذا في قول ربنا عز وجل فمن تبع هدائي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون وفي قوله عز وجل فمن اتبع هدائي فلا يضل ولا يشقى فهذه هي الضمانةٌ ربانية أن متبع الهدى لا يكون ضالًا ولا يكون شقية ولا يكون خائفًا ولا يكون محزونًا ضمانةٌ معلنةٌ للناس من أراد أن يدخلها فدونه هذا الهدى لأن الله قال فمن اتبع هدائي وما هو هدى الله الله يخبرنا ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدًا للمتقين فهذا هو الكتاب الهدى وليس بعد الهدى إلا الظلال وهذا القرآن العظيم الذي هذه رسالته فإن تحقيقه لهذه الرسالة إنما يُدرك بحسب إدراكنا لطبيعة القرآن والسؤال هل للقرآن طبيعةٌ تميِّزه عن غيره من الأشياء؟ والجواب إن رجعنا إلى القرآن نجد الجواب فالله عز وجل أخبرنا أن طبيعة هذا القرآن أنه روح وأن طبيعة هذا القرآن أنه نور قال الله عز وجل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء فطبيعة القرآن أنه روح وطبيعة القرآن أنه نور والناس كل الناس يُدرِكُون ما معنى كلمة الروح ويشعرون بأثرها وقيمتها يُدرِكُون أن الروح هي تعني ذاك الأثر العظيم حين تدُبُّ في جسد الإنسان فتجعله خلقًا آخر تجعله ذاك الإنسان المريد ذاك الإنسان الفاعل ذاك الإنسان المفكر ذاك الإنسان العامر لهذه الأرض لأن الروح تدُبُّ في جسده ومتى ما خرجت الروح من تلك الجسد فإنما هي تلك الجُثَّة وذاك الميِّت الذي يُكفَّن ويُحمل على الأكتاف ليُوارى في التُراب وما الذي غيَّر الحال من الأول إلى الثانية الروح ففي الأول كانت الروح موجودة في الجسد وفي الثانية كانت الروح خارج الجسد فالأول إنسان حي فهو إنسان فاعل مريد يفعل يتكلم يتحرك وفي الثانية إنسان ميت هو لا يفعل لا يتكلم لا يتحرك لأن الروح خرجت منه بنفس العبارة التي ذُكِرت عن الروح التي بها حياة الجسد جاء التعبير عن القرآن بأنه روح وبنفس التعبير أن الإنسان إذا خرجت منه الروح يكون ميِّتًا كذلك جاء التعبير في القرآن أن الإنسان إذا فارق قلبه هذا القرآن كان ميِّتًا قال الله عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا إذن كل من لم يتصل بهذا القرآن الروح فهو ميِّت وإن كان يتحرَّ فإذن هذه الطبيعة الأولى للقرآن أنه روح والطبيعة الثانية أنه نور والعين هي الآلة والجارحة التي خلقها الله فينا لنرى بها الأشياء كما أنه خلق فينا الأذن لنسمع بها الأصوات وكما أنه خلق فينا اللسان لننطق به فكذلك خلق العين لنرى بها الأشياء ولكن هل مجرَّد وجود العين كافٍ لرؤية الأشياء الجواب لا لابد من وجود النور فإذا وجدت العين الباصرة ووجد النور تحقَّقت الرؤية ورؤية الأشياء أما إذا وجد النور وفُقدت العين الباصرة فلا ترى الأشياء وإذا وجدت العين الباصرة ولم يوجد النور بل وجدت الظلمة لا ترى الأشياء فإذا لابد من التلاقي بين العين الباصرة وبين النور لترى الأشياء وكذلك هنا لابد من بصيرة القلب مع نور القرآن لترى حقائق الأشياء ولتوزن الأشياء على صورةٍ صحيحة فإن من فقد نور القرآن لن يبصر الأمور على حقائقها وإن خطورة فقد نور القرآن أخطر بكثير من فقد نور الأشياء لأن فقد نور الأشياء غاية ما يوقع الإنسان لو أوقعه إلى أن يقع في شيء قد يفقده الحياة لكن من فقد نور القرآن فإنه أفقده الدنيا والآخرة فإذاً هذا القرآن نور والإنسان لا يرى الأشياء إلا في النور ولا يدرك حقائقها إلا في النور فكما أن الإنسان بالنور والعين الباصرة يفرِّق بين الألوان ويفرِّق بين الأشياء ويدرك طريقه فكذلك الإنسان بنور القرآن يدرك ما في الأمور من النافع والضار ويزن الأشياء بميزانٍ صحيح فإذاً هذه طبيعة هذا القرآن وهذا التلاقي فيما بين طبيعة الإنسان وطبيعة القرآن فالإنسان بدون الروح ميت فالقرآن روح فلتتلاقى روح القرآن مع قلب الإنسان لتكون إنسانًا حيَّ والإنسان بدون النور لا يرى الأشياء والقرآن نور فالتتلاقى نور القرآن مع نور القلب نور البصيرة لتدرك حقائق الأشياء إن من لم يفهم هذا الأمر كيف يستطيع أن يتعامل مع القرآن تعاملاً صحيحاً وكيف يفهم أهمية هذا الكتاب هل الإنسان يستغني عن روحه من يحب الحياة أليس يكون أحرص ما يكون أن يحافظ على روحه وأن يحافظ على بقائها في جسده فمن فهم أن القرآن روح وبدونه سيكون ميتًا فهل بعد ذلك يتخلى عن روح القرآن ويبتعد عن القرآن ولا يلتصق بالقرآن ولا يصاحب القرآن ولا يرافق القرآن لكن لماذا يهجر القرآن لأن الإنسان لم يفهم ذلك هل الإنسان على استعداد أن يبذل بصره بدون أي اهتمام ويتخلى عن عينيه من الذي يفعل ذلك لو قدّم له ما قدّم ويعتبر أنها من أغلى ما يملك لأنه بها يرى الأشياء ويميز طريقة وليس عنده استعداد أن يتخلى عن بصره وإن أصابه مرض بادر بمعالجته ولكن هل يدرك أن هناك أمرًا هو أعظم من ذلك وهو نور القرآن ولكن يكون الهجر عندما لا يدرك الإنسان هذه الحقائق القرآنية أن القرآن روح وأن القرآن نور وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون روح ولا يمكن أن يعيش بدون روح ولا يمكن أن يرى الأشياء بدون نور والقرآن روح والقرآن نور وهنا أيضًا يأتي السؤال عندما يسأل السائل لماذا يتكرر الكلام عن قضية القرآن وعن مكانة القرآن وعن فضل القرآن لأن هناك حقيقةً إشكال نعيشه نعيشه كأمة مسلمة نعيشه كأفراد مسلمين أين العناية بهذا القرآن كما يريد الله عز وجل أين الاهتمام بهذا الكتاب الكريم كما يريد الله عز وجل ما من شك أن هناك خير وخير عظيم ولكن أيضًا ما من شك أن هناك قصور وتقصير كبير فإننا ندرك أن هناك الكثير ممن لا يقرأ القرآن ويهجر القرآن وأن هناك الكثير ممن إذا قرأ فإنه لا يقرأ بانتظام ولا يختم القرآن بانتظام وهو نوع من أنواع هجر القرآن وأن هناك كثير ممن يقرأ القرآن وهو لا يتدبر القرآن ولا يفهم القرآن وأن هناك كثير ممن يقرأ القرآن ولو فهم فإن هناك قصور شديد في العمل بما في القرآن أمرٌ ملاحظ ونشاهده في أنفسنا إذا رجعنا إلى الزمن الأول وهو النموذج الذي قدم لنا لنتأسى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كيف كان حاله مع القرآن هل كان يقرأ أو يهجر يقرأ ويقوم بالقرآن حتى تتفطر قدما كان يسمع ويتأثر إذا سمع القرآن حتى يبكي وحتى تخضل لحيته من أثر دموعه صلى الله عليه وسلم وكان إذا جلس مجلسا أسمع الناس القرآن وقرأ عليهم القرآن وإذا نظر إلى أصحابه رغبهم في القرآن وشجعهم على القرآن وإذا كان في مجلسه بيّن لهم مراد الله من آيات القرآن وإذا كان في عمله تخلَّق بأخلاق القرآن وإذا علَّم الناس علَّمهم كيف يعملون بالقرآن وإذا قوَّم الناس على قدر مكانهم من القرآن حتى وهم يخرجون من هذه الدنيا ويوضعون في قبورهم إن اضطر الأمر أن يُدفن الرجلان في القبر فيُقدِّموا الأكثر حفظاً للقرآن فالميزان هو القرآن به يزن الأمور كلها هذا شأنه صلى الله عليه وسلم هذا حاله مع القرآن فأين نحن من حاله صلى الله عليه وسلم من القرآن وكذلك أصحابه فكان من دخل إلى المدينة سمع صوتهم كدوي النحل بالقرآن وماذا يُسمع من بيوت المسلمين في جوف الليل ولذلك كان يقول علي رضي الله عنه وقد سُئل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب محمد وما أدراك ما أصحاب محمد كانوا إذا جنَّ الليل قاموا يقرؤون القرآن فإذا طال عليهم القيام ركعوا فإذا طال عليهم الركوع قاموا فإذا طال عليهم القيام سجدوا فإذا طال عليهم السجود جلسوا قد أكلت الأرض جباههم وركبهم يميدون كما يميد الشجر يقول فهل أجد من يشبههم فرأى السمت الذي تميَّزوا به حالهم مع القرآن وموقفهم من القرآن قراءةً قيامًا تدبُّرًا فهماً بذلوا للقرآن تعلُّماً فكانوا لا يتجاوزون الخمس آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم ويعملون به ولذلك كان عندهم من حفظ سورة البقرة أصبح له شأنٌ عظيم بينهم لأنه ليس هناك حفظٌ للحرف فقط وإنما هناك حفظٌ مع فهم وإدراك للمعنى ثم عملٌ وتطبيق بعد الإيمان واليقين فلذلك هذه أمور تجعلنا أننا بحاجة إلى الوقوف والوقوف المتكرِّر بما يعالج هذا الإشكال وبما يعزِّز من كان على الطريق أن يثبت وأن يزداد وبمن كان عنده نقص أن يُكمِّل وهل هناك حبلٌ أوثقُ فيما بيننا وبين ربنا عز وجل من حبل القرآن؟ وهل هناك زادٌ نتزوَّد به للقاء ربنا عز وجل أعظم من زاد القرآن؟ وهل هناك شيء نعقد عليه الأمل أن نحيى الحياة الطيِّبة؟ مثل القرب من القرآن؟ فإذاً هذا كتاب الله كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل ليُخرِج للبشرية خير أمةٍ أُخرِجَت للناس وكان ذلك كان ذلك بذاك النموذج الأمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا النموذج الأمثل لأن الله عز وجل أعلن رضاه عنهم وأعلن القبول لما فعلوه مع القرآن فرضي عنهم ورضوا عنه وكان ذاك الإعلان في أعظم أيام الدنيا يوم عرفة حين قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دين قال العلماء المعنى أن الله عز وجل يُخبر قائلاً أنه رضي عن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه في ذاك الموقف العظيم بما وصلوا إليه من الفهم للوحي القرآن والإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن والبلاغ للكرآن والذب عن حياض القرآن فالله عز وجل رضي ذلك منهم وأنه يقول لهم أنه رضي فلا يغير ذلك الأمر فهم خير أمة أخرجت للناس كان إخراجها بهذا القرآن لأن القرآن نور يهدي به الله عز وجل من شاء فذلك الأمر أيها الإخوة هو الذي يجعلنا نقف دائماً مع هذه القضية ونكررها وندعو أنفسنا وإخواننا إلى هذا الأمر العظيم أن يعودوا إلى القرآن وأن يقفوا مع القرآن وأن يتدبروا القرآن ولذلك نكرر دائماً أن تلك الحقوق لهذا الكتاب العظيم بتأمل أهل العلم للكرآن لاستخراج تلك الأمور التي بها تضبط العلاقة فيما بينك وبين القرآن وأنما ردها إلى أربعة أمور لا بد أن نكررها على أنفسنا وأن نزن أنفسنا عليها لنرى أين نحن مع القرآن وما هي علاقتنا مع هذا القرآن فهي تضبط لك هل أنت فعلاً تقيم علاقة صحيحة مع القرآن أو لا أول هذه الأمور الأربعة يتكون من ثلاثة أعمال ما هي هذه الثلاثة الأعمال مع القرآن أولها اقرأ القرآن ثانيها اسمع القرآن ثالثها أسمع القرآن أن تقرأ القرآن فاقرأوا ما تيسر منه اقرأ باسم ربك الذي خلق أمر من الله عز وجل أن تقرأ القرآن أن تسمع القرآن الغاية الأولى من بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما هي أن يسمع الناس القرآن قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته يقرأ عليهم القرآن يسمعهم القرآن وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة إذن أسمع القرآن هل أنت تقرأ على أهلك هل أنت تسمع أولادك هل أنت ذا جلست في مجلس أسمعت أقرانك وأصحابك وإخوانك كتاب الله إذن أسمع القرآن ثم أيضاً اسمع القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه أن يقرأ عليه القرآن ليسمع منهم القرآن فلذلك يقول له ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فإذن هذا الحق الأول وهذا الأمر الأول الذي هو مفتاح العلاقة فيما بينك وبين القرآن أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن وأن تسمع القرآن فإذا ما كنت تقرأ هل هذا هو الحق كما يفهم الكثير لا هذا المفتاح وهذه الخطوة الأولى للعلاقة والحذر كل الحذر أن يقف الحذر العلاقة العلاقة عند هذا الأمر الحذر كل الحذر ماذا بعد هذا الأمر الأول إذا ما قرأت فالمطلوب أن هذه النعمة العظيمة التي هي العقل هذه الآية المبهرة في هذا الوجود الكوني عقلك يا ابن آدم فإن الله عز وجل جعل له غاية عظيمة ما هي غاية هذه النعمة العظيمة أن تعرف به ربك عز وجل وما هو الأصل الذي من خلاله تعرف ربك كتاب ربك إذا ما هو المطلب الثاني فهم القرآن وتدبر القرآن اقرأ لتفهم ولتتدبر وهذه غاية عظيمة جاء التحذير من الوقوف عند القراءة أو السماع بدون تدبر جاء التحذير في القرآن قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لماذا القلوب لأن القلوب هي مسكن العقول لأن القلوب مسكن العقول أم لهم قلوب يعقلون بها فإذا عتاب للذين يقرأون أو يسمعون ولا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولذلك فهم الصحابة ذلك فجاء منهم التحذير فيقول ابن مسعود لا تهدوا القرآن هدى الشعر ولا تنثروه نثر الدقل كفوا عند عجائبه حركوا به القلوب وكان يقول الإمام ابن القيم يقول لقد ثبت عن كثير من السلف قولهم قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بدون تدبر آية تقرأها وتتدبر فيها فهي أعظم في الأثر عليه وأثقل في الميزان من ختمة تقرأها بدون تدبر والأمر جاء صريح في القرآن بالتدبر وأن الله ما أنزل القرآن إلا لأجل أن يتدبر قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباء فهذا نص واضح على أن الله ما أنزل هذا القرآن إلا لكي تقوم أيها الإنسان بهذا الحق الذي هو التدبر أما أن تقرأ بدون فهم بدون وعي بدون إحضار قلب ثم تظن أنك أديت حق القرآن لا بل أنت داخل في العتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهذا الحق الثاني الحق الثالث الذي به تقوم هذه العلاقة مع القرآن بعد التدبر تصل إلى الفهم ماذا بعد الفهم بعد الفهم الإيمان واليقين الإيمان بما أراده الله عز وجل تتعامل معه على أنه هو الحق الذي لا شك فيه ولا مريا وأنك تنطلق من أصل عظيم ومعتقد سليم أن الله عز وجل هو الحق وأن الله عز وجل لا يقول إلا الحق وأن القرآن كتاب الله فالقرآن كله حق وأنه ليس على ظهر الأرض اليوم أي كتاب يتضمن الحق إلا هذا الكتاب القرآن وأنه هو الميزان لكل كلام هذا الكتاب كتاب الله عز وجل فينطلق المؤمن مع هذا الأساس العظيم فلذلك يتعامل مع حقائق القرآن أنها حقائق وأنه حق فيؤمن بذلك ولو كان أهل الأرض كلهم في جهة وكتاب الله في جهة فإنه يرى الحق مع كتاب الله عز وجل ولا يتردد في ذلك فأين أنت من هذه العلاقة مع القرآن من أمور الله يخبرك بأن هذا الأمر حق والإنسان يتعامل على خلافه فإذا هذا الأمر الثالث وهو الإيمان واليقين بحقائق القرآن أما الأمر الرابع فهو العمل والانقياد لما جاء في القرآن فيصبح هذا الإنسان عمله تابع لما جاء في كتاب ربه عز وجل ويصبح شأن الإنسان عند أي أمر يجد أن النفس والعقل يمنعه عن عمل ذلك الأمر حتى يكون هناك سؤال ماذا يريد الله وماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الانقياد والعمل فإذا هذه الأمور الأربع بها تكون العلاقة الصحيحة مع القرآن وبقدر ما يكون النقص يكون فيك الهجر للقرآن وتكون أدخلت نفسك في ذلك العتب الذي سيقوم ويكون وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فمن لم يقرأ هاجر من لم يقرئ هاجر من لم يسمع هاجر من لم يتدبر هاجر للكرآن من لم يؤمن هاجر للكرآن من لم يعمل هاجر للكرآن وأسوأ ما يكون حين يكون الإنسان هاجر لكل هذه الأمور هذا أعظم أنواع الهجر فإذا هذه أمور أربع بها تقوم العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين هذا الكتاب العظيم ثم أعلم أن هذا الكتاب من قام بهذه العلاقات الأربع سيكون خلقا آخر سيكون خلقا آخر بكل ما تعنيه الكلمة لأن له حياة أخرى وله نور آخر يبصر به وشاهده الصورة البيّنة الواضحة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة لم يكن القرآن أنزل ماذا كان ماذا كان في قريش وماذا كان في العرب كان إنسانا وإن كان تخلق ببعض الأخلاق لكن هناك أيضا من هو أو موصوف بأخلاق مماثلة أو غيرها وبعد أن نزلت إقراء ماذا صار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صار رسول الله وصار هاديا وصار مهديا بالقرآن قبل القرآن كان يعيش حيرة وهذا ما ذكره الله وليس نحن الذين نقول ذلك بل رب القرآن بل رب العزة والجلال من أنزل القرآن أخبر بذلك قال وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ من قبل ماذا والخطاب لمن لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ أي من قبل نزول القرآن عليه وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين ما معنى الضالين ما معنى الضال الضال في لغة العرب أي المتحير المحتار الذي لا يعرف أين يتجه هو يرى قريش وهي تعبد الأصنام أمر لا تستسيغه فطرته ولا عقله السليم طيب ما هو المخرج لا يعرف فكان يتحنث في غار حراء فبالقرآن زالت تلك الحيرة وأصبح مهديا وأصبح هاديا عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل أيضا له في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى إذن ما هو الأمر الذي أحدث هذه النقلة وهذا التغير هو هذا القرآن فكان خلقا آخر أبو بكر الصديق نموذج ماذا كان قبل نزول القرآن وإيمانه بالقرآن وماذا صار بعد القرآن وإيمانه بالقرآن عمر الفاروق ماذا كان قبل القرآن وكيف صار بعد إيمانه بالقرآن إذن هذه قضية القرآن فالله عز وجل عندما قال أوى من كان ميتا فأحيينا عمر كان ميتا أيام الجاهلية وصار حيا بعد إيمانه بالقرآن أبو بكر كان ميتا في الجاهلية وصار حيا بعد إيمانه بالقرآن فالصديق صار صديق الأمة وصار خير الناس بعد الأنبياء وعمر رضي الله عنه تلك المكانة العلية التي له ويدركها كل مسلم ما الذي غير تلك الصورة ونقلها من مكان إلى مكان هو هذا الكتاب الذي أنزله الله ليخرج خير أمة أخرجت للناس إذا لم نفهم الكرآن على أنه يصو هذه النفوس صياغة أخرى وأنه يخرجنا للدنيا إخراجا آخر لذلك كان الجواب واضح عند أم المؤمنين عائشة عندما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت الجواب بكل وضوح قالت كان خلقه القرآن تريد أن تعرف ما هي أخلاقه اقرأ القرآن تعرف أخلاقه ولو لم تره لأنه هل كان يقرأ ولا يفهم وهل كان يفهم ولا يؤمن وهل كان يؤمن ولا يعمل ويمتثل ما كان كذلك فإذن نقول هذه الأمور كلها تجعلنا أننا بأشد الحاجة أن نقف لنحاسب أنفسنا وأن الله عز وجل يذكرنا في كل عام إذا ما جاء هذا الشهر الكريم بهذا الأمر العظيم بهذا الكتاب فلذلك ها أنتم الآن في مقام تذكرون بهذين الأصلين العظيمين وكل منهما جعله الله عز وجل سببا رئيسا في صلاح هذا الإنسان هذا البيت العتيق الذي جعله الله هدى للعالمين وهأنتم بجواره وهذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل هدى للعالمين للعالمين ثم أيضا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي ولد هنا وبعث هنا ودعى الناس هنا وعبد ربه هنا وقرأ القرآن هنا ونزل عليه القرآن هنا إذا من يجمع الله عز وجل له هذه الأمور كلها كيف ينبغي أن يحاسب نفسه ها هو البيت تراه بأم عينك وها هو المكان الذي نزل فيه القرآن أنت تسير فيه والمكان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن ومشى عليه جبريل ها هو المكان الذي أنت تجلس فيه وتتحرك فيه فكل هذه الأمور ما هو أثرها؟ هل حالك كحالك يوم أن كنت خارج هذا الظرف الزماني والمكاني وماذا عقدت العزم علي وأنت تحيط بك هذه الأمور العظيمة جدا الآيات البينات الله يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولذلك اعلموا أن هذه الأمور الثلاثة هي التي جعلها الله عز وجل طريق الهدى لنا ووصفها الله بذلك في الكرآن فالكتاب كما سمعنا أن الله عز وجل أخبر بأن القرآن هدى وبأن القرآن يهدي في صدر سورة البقرة وفي سورة الإسراء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا في البقرة وفي الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والثاني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله أنه هدى وأنه يهدي فقال عنه عز وجل في الكرآن وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ والبيت قال الله أنه هدى إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين هذه ثلاثة أمور ما هي هذه الثلاثة منهج أكمل ما هو القرآن تطبيق أمثل ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بفعله وقوله وتقريره وبعد وفاته بسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام الثالث هذا البيت المكان المقدس الفاعل يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة هذه الأمور الثلاثة التي جُعِلت هي أصول تحقيق الهدى للناس يُؤْتَى بها يوم القيامة لتشهد ألم يُخْبِرْنَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يَأْتِي يوم القيامة شافعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ أَلَمْ يُخْبِرْنَا النَّسُورَةَ الْبَقَرَ وَآلُ عِمْرَانَ تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَ كَالْغَيَا يَتَانْ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فالقرآن شافع يوم القيامة ولذلك أهل القرآن سيأتي القرآن يُجَادِلُ عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في القرآن فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا فيُؤْتَى بِهِ لِيَشْهَدْ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَنَا أَمَّا الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُؤْتَى بِالْحَجَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الحجر ما هو؟ الحجر الأسود الركن قال يُؤْتَى بِالْحَجَرِ وَلَهُ عَيْنَانُ وَلَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ يشهد على من استلمه بحق فلما كانت ولذلك كان ابن عباس يوما من الأيام هو في الحجر وبين يديه أصحابه وبيده عصا صغير فيشير إلى الكعبة ويقول ستُسأل عنكم وتُسألون عنها ستُسأل عن هذا البيت وعن الهُدى الذي جعله الله في البيت وعن الآيات البيّنات هل أنت اهتديت بهذا الهُدى؟ وهل أنت امتثلت الهُدى الذي رُبِط بهذا البيت؟ فإذن هذه هي الأصول التي ارتضاها الله أن تكون طريقا موصلا إلى هُدى فلذلك القرآن هو أُسُّها وأصلُها وهو أولُها فإذا ما تأمَّل الإنسان في ذلك فإنه لا بد أن يستديم التذكير بهذه الأمور حتى تستقيم الحال وحتى يثبُت الإنسان خاصةً وأن لنا خصمًا لا يفتُر عن العداوة آناء الليل وأطراف النهار خصمنا من الداخل هذه النفس الأمارة بالسوء وخصمنا إبليس الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروب وخصمنا جُنده الذين يمكرون الليل والنهار من أعداء الله عز وجل فإذا أدركنا أن الخصاء أن الخصومة والعداوة دائمة ومستمرة والإنسان ضعيف فالتذكير أمرٌ لا بد منه أن يتكرر فلذلك نقول ونحن نُقبل على العشر الأواخر حيث الليلة التي اختصها الله عز وجل بنزول القرآن وأعطى للناس فيها من الخيرات السعيد من أكرم ببلوغها السعيد من وفق للعمل الصالح في لحظاتها وأوقاتها ودقائقها السعيد من استثمر هذه الأيام المباركات فكيف إذا كان في البلد الحرام وفي البيت العتيق فإذا أقول الأمر عظيم وجليل فلنُرِ الله عز وجل منا ما يُحِب في هذه الأيام المباركات القادمة لننوي النية الصادقة والعزمة الأكيدة على أن نصدق مع ربنا في ذلك وأن نُحقِّك ما يُرضيه فإن أُكرمنا ببلوغها كانت هذه النية الصادقة عوناً لنا وإن قدَّر الله أمراً غير آخر نفع الإنسان نيته إذا ما وقف بين يدي ربه عز وجل فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفِّقنا وأسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالح أسأله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه وعباده المؤمنين الصادقين أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن نسأله سبحانه أن يُفَهِمْنَا مُرَادَهُ في القرآن وأن يُعِينَنا على الإيمان الصادق بالقرآن وأن يُعِينَنا على العمل بالقرآن وأن يُحيينا في هذه الدنيا على العمل بالقرآن وأن يُميتَنا على ذلك إنه جوادٌ كريمٌ سميعٌ مُجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 موسيقى